اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وخبر جديد اذا التحيينات لحديثة هروب المساجين من سجن المرنجية فهي خيانة كبرى للدولة والكشف عن عديد الاسباب وعديد الحقائق في الابحاث ولكن ازدر البارح اذا قيادات كبيرة قيادات بعد هروب الارهابيين يعصف بقيادات عليا في وزارة الداخلية وزارة الداخلية تعلن انهاء مهام هذه القيادات الامنية باش نشوف اشكون هم هذم القيادات وكذلك باش نشوف تقارير او او يعني تقارير اجديدة ونشوف اشنية الموضوع بالضبط اذا الكوكي قال حادثة الفرار غريبة عن سجوننا والمساجين كانوا تحت مراقبة مشددة الناطق باسم الهيئة العامة للسجون يكشف تطورات حادثة هروب خمسة مساجين اذا افد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والاصلاح رمزي الكوكي ان العناصر الخمسة الارهابيين الخطيرة التي فرت من سجن المدني بالمرنقية فجر الثلاثاء كانت تحت حراسة مشددة باعتبار ان المسجونين الخطيرين والمتعلقة بهم قضايا ارهابية تكون لديهم اجراءات حراسة خاصة داخل السجون وفق ما صرح به في تدخل خاص في اذاع خاصة واوضح رمزي الكوكي ان الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعية بخصوص عملية الفرار من سجن المرنقية تدخل في اطار تفاصيل الابحاث الجارية وتنظوي تحت سرية الابحاث القضائية وقال كل هذه التفاصيل متعلقة بسرية الابحاث الجارية على الجميع تفهم سرية الابحاث واجب التحفظ والتحلي بالوطنية في مثل هذه الظروف الحساسة حسب ما جاء في تصريحاته واضاف عملية الفرار وقعت وانتهت والاهم اليوم هو القبض على الفرين واي معطأ بامكانه التشويش على هذه المجهودات واكد انه سيتم الاعلان عن الحقيقة الكاملة لوسائل الاعلام وبالتالي للرأي العام عند الانتهاء كل الابحاث وجدد الكوكي دعوته الى المواطنين كافة بالتوجه الى اقرب وحدة امنية او عسكرية للابلاغ عن العناصر الخمسة عند مشاهدتها او الحصول على اية معلومات تخصها او الاتصال بالارقام الموضوعة على ذمتهم الخمسة عند مشاهدتها او الحصول على اية معلومات تخصها او الاتصال بالارقام الموضوعة على ذمتهم في بلاغ وزارة الداخلية مطمئنا الرأي العام بقولها أن هذه الحادثة غريبة عن سجوننا وليست تواقي عنا اعتياديا ودائما ولا يمكن أن تمس من أمن سجوننا وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ صادر مساء يوم الثلاثاء انهاء مهام كل من المدير العام للمصلحة المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني وتأتي هذه الإقالات بعد ساعات من هروب خمسة مساجين مورطين في قضايا إرهابية من سجن المرنجية الحصين ورغم أن إدارة السجون تعود إلى وزارة العدل فإن الاستعلام والحماية من مهام الداخلية وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد أقالت مدير سجن المرنجية وكلفت التفاقودية العامة بفتح تحقيق في الغرض وخلف هروب المساجين جدلا كبيرا في تونس واستغرابا من عموم المواطنين وكذلك السياسيين الذين طالبوا بكشف الحقائق في أقرب الأجال خاصة أن الفارين على سلة بقضايا إرهابية السياسية الذين طالبوا بكشف الحقائق في أقرب الأجال خاصة أن الفارين على سلة بقضايا إرهابية وملفات لها تداعيات سياسية ويذكر أن وزارة الداخلية أعلنت فجر اليوم أن الخمس العناصر الإرهابيين فروا فجر يوم الثلاثاء من السجن المدني بالمرنجية وهم أحمد المكنة بالصومالي وعامر البلعزي وراءد التواتي وعلاق غزواني ونادر الغانمي يذكر أن هؤلاء مورطون في عمليات إرهابية خطيرة منها جريمة اغتيال شكري بالعيد يوم 6 فيفري 2013 ومحمد البرهمي 25 جولي 2013 ويشار إلى أن السومالي يقضي عقوبة بالسجن لـ 24 عاما بعد إدانته في أحداث رواد التي تعود إلى فيفري 2014 عندما عمدت مجموعة إرهابية متحصنة داخل منزل من الجهة إلى اشتباك مصلح مع قوات الأمن الوطنية أصفرت عن مقتل سبعة إرهابيين من بينهم إرهابي الخطير كمال الجذجاذي الذي تورت في اغتيال شكري بالعيد وأدين في الأحداث نفسها أربعة أخرون الأول بثلاث سنوات والثاني بسبعة سنوات والثالث بثماني سنوات إضافة إلى الحكم بالسجن ضد متهم كان في حالة صراح من أجل عدم الإشعار ويذكر أن السومالية موجود على رأس قائمة المتهمين الرئيسيين في اغتيال السياسي محمد البرهمي في 25 جولي 2013 أمام منزله بجهة حي الغزالة من ولاية أريانا كذلك هروب هذه الارهابيين يعصف كما قلت لكم بقيادات عليا في وزارة الداخلية إذن ويذكر أن هؤلاء مورطون كما قلت لكم في عملية إرهابية منها قتل شكري بالعيد ومحمد البرهمي وشار إلى أن السومالي يقضي يعني اللي هو المتهم الرئيسي يقضي يعني محكوم بعقوبة سجنية 24 عام برشا ناس تتسألوا تقول كيفاش يخرج مشباك يعني الجهامة ذيك الكليك كيفاش يخرج مشباك ذاكا اللي تصور قاعدة دور يعني الله أعلم ممكن ممكن فما أعوان حبوا من عرشة يتوهوا الأبحاث لأنه راه مستحيل من سابع المستحيلات أنه شخص بجهامة ذيكا والرأس ذاكا ينجم يخرج مش باكا ذاكا كالطرف الصغرونة ذاكا المفتوحة كا ينجم يخرج ونحن الناس الكليكا نعرفه وبشهادة المحامين أنه حراسة مشددة على هذا السجن يعني حراسة كبيرة 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 مستحيل حد ينجم يخرج منه أصدقائي ما تنساوش لايك بربي للفيديو باش نبقى وراه في جديد و باش نبقى ديما نمدكم بجديد خاصة في القضية هذه و نص نهار يعني مع ماضي أكاكة نص نهار و نص ماضي ساعة غير أربعة باش نهبت لكم فيديو مباشر كذلك فيه الجديد في قضايا في قضايا راشد الغنوشي وشنوها صار وعليش راشد الغنوشي محضرش للجلسة هذا الكليكا باش نشوفوه بعد مع نص نهار إذن نشوفو الكومنترات نجات بي جي نجات قالت بونجور توتو ميرسي بوكو شكرا أختي العزيزة شكرا على واجب إن شاء الله ديما نكون في المستوى نمدكم بجديد إذن نجات كذلك تحية لك أختي العزيزة منجي بن سالم قال صباح الخير توتو ربي يستر ويقدر الخير إن شاء الله أخويا العزيز إن شاء الله ربي يحمي بلادنا وشعبنا ورئيسنا إذن صالح مرناجة شكرا على التحية أخويا العزيز أهلا وسهلا بكم باش نبقى وكما قلت لكم ديما في جديد اللي أول مرة يشاهد محتوانا ما ينساش يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس باش يوصلوا أجديد الحين والحصري وكذلك أصدقائي المتابعين معايا لايك الفيديو شكرا لكم متابعة طيبة وإلى لقاء